كان عندك حاجة تصور الابليكيشن في البرنامج بتاعك لو هنستعرضه بقى مع السادة المشاهدين عشان الدكتور أحمد نبيل غيط يشرح للسادة أعضاء النادي تفاصيل حملته الانتخابية أو تفاصيل البرنامج الصحي اللي عرضه تقدر يا دكتور احنا ممكن بس نعرضه احنا بالزبط كده احنا التطبيق يعني احنا عايزين نعمل التطبيق اللي عندنا موجود نطور فيه شوية اللي احنا زي ما عارفين انه دوت التوجه العام دلوقتي انا عايز التطبيق ده يبقى مصدر دخلي للنادي رقم واحد ومصدر خدمات للأعضاء عن طريق ايه انه مثلا عندي حاجة زيحة للأعضاء اللي احنا قلناها قبل كده ان انا ببدخل فيها شبكة أطباء يعني فوق 200-300-500 طبيب بيشتركوا فيها بمراكز بمراكز أشعة وتحاليل وغسيل كده وكل التخصصات الموجودة عندنا على مستوى القاهرة والجيزة وستة أكتوبر الميزة في ان كل عضو او كل طبيب بيخش معي بدي التخصم المعين فيبقى فيها نوع من الانواع منافسة ما بين الأطباء انه ممكن يعني داخل بتاتين هخش تلاقي التجراحة اللي زي داخل بتاتين طبعا عايزة اجزب العضاء عندي اعمل اربعين لغاية ما نوصل مثلا خمسين ثم ستين تمام فده بالنسبة لنا فيها منافسة ما بين الأطباء والمراكز كلها انهم ما يجذبوا احنا نادي الاهلي احنا فوق الربعمائة 300 الف عضو بأسارهم الرقم كبير يبقى فيه ترافك عالي ده يفتح لي سكة اننا بعد كده ممكن الأطباء يحبوا او مراكز يعملوا دعاية عندي على الابليكيشن يبقى ده مصدر داخل اللي بنادي تمام فده بالنسبة لصحة الاعضاء ما غير صحة الاعضاء بقى عندي الى عروض الاعضاء اي حية غير صحة الاعضاء بقى بمعنى ايه نمسك كاتيجوريز بقى سيارات كاوتش محلات حلويات مطاعم كل الكاتيجوريز الموجودة متقسمة وتحتها الناس العارضين هيخشوا عن طريق النادي الاهلي عن طريق الادارة مفيش حاجة اسمها عشان صفحات الفيسبوك على الاسف مليانة بعروض وهمية يعني الناس بتغلي السعر ويعملوا عليه دعاية فالأعياده ميحسش بالفايدة فالناس دي مراكبة تحت سيستم احتشافينهم بيخش حط عروضهم عندنا وبتترائب في كل تخصير برضو منافسة نفس القصة تاني 30% ثم 40 ثم 50 ثم 60 بعد كده يعملوا دعاية عندي فانا ده مصدر الدخل للدعاية اللي انت يبقى عندك تطبيق الناس بخش تعمل دعاية عندك عشان تباني الأعضاء هنيجي بعد كده على موضوع المطاعم مثلا موضوع المطاعم ده أنا فيه بعض الناس طبعا بسبب التمارين وكده بيجلوا بالأولاد عايزين يخش بسرعة فهو يعني يدوق وقته هيوعد كده فهيبقى صعب عليه سيب الولاد يروح يبقى مطعم يدقته بأكل ويرجع تاني فإحنا التطبيق الزي ده موجود من غير ما نقول اسمه معروف يعني مشابه ليه موجود يبقى نفس الفكرة تخش تطلب الوردر بتاعك وانت في العربية وتستلمه بعد ثلث ساعة دخلت الولاد التمارين تروح تستلمه وترجع دوت مستو إيه كمان ده مصدر دخل النادي عشان أنا أنا بعمل دعاية المطاعم دي فلازم كنادي أخد نسبة منهم خمسة أو عشر فمية حسب مجلس الإدارة ما يكرر ساعتها فده مصدر دخل التالت طبعا الشهر العقاري عندنا في مشكلة في النادي شوية عايزين نخليه يبقى عن طريق الحجز بسلطس مش عن طريق إيه المشكلة الناس كلها بتيجي الصبح بدري فاللي ما بيلحقش يجي الساعة سبعة الصبح جي سبعة وعشرة ممكن ما يلحقش المكان فبيمشي فلازم الناس تروح بدري لا الخدمة أنا بجرب الخدمة متاحة على طول الشهر العقاري بس يمكن في النادي الأهلي في النادي الأهلي مضطر العدد معين علشان طبعا الكساف بس الناس تروحوا في النادي واحد لا ما هو أنا أصد عليهم مش كده يعني حالك بلوقتي أنا ساكن في الرحاب الشهر العقاري في موجود في الرحاب الدولة بس ما هو إنجازه إلكترونيا دي مسألة تخص وزارة العدل بقى الملكة للجدير أنا أصدر هناك طريقتين إيما نحن نعمل معهم وديهم مش تبقى فيها مشكلة لشان ده جوه النادي الأهلي أو أنا يبقى أعملوا لتنزيم داخلي الاتنين موجودين تمام؟ بس أنا عايز أدي للناس لأنه يخش يختار المعادة لهم مناسب لي ويجعل بدل من الناس كتابة تجمع الصبح يعني أنا بحاول لها رايحة العضاء بس فده بالنسبة للشهر العقاري ممكن نرجع تاني لل الابليكيشن نرجع الابليكيشن تاني شانا مشي دوتة دوتة المصائف طبعا عندنا برضو مشكلة في المصائف شوية في النادي يعني العهد القديم المصائف فيها هي وعليها قرعات وعليها ضغط العدد كبير بيزيد فأنا فكرت الفكرة اللي احنا عايزين نتخلي المصائف تبقى حاجة كده شبه موقع معروف علامي لحاجز السفر يعني بدون ذكر اسمه برضو الموقع دوتة الفكرة كلها اللي احنا برضو هنفتح لجهات أو اللي عنده مثلا عقار عايز يأجره لدي الأهلي لمدة الصف كله أو في الصف أو في الشتاء بدل ما هو كان بيأجره اللي بيه ده هو التخفيط ده فده يبقى سهلا مخفض فلوصا النادي برضو تاخد عليه نسبة صغيرة بحيث ان احنا يبقى النادي هو في مكانه كده الناس بتحجز عندك مئة الف عضو مثلا مش عايين المصائف مش عايين يحجزوا استفيد بهم خليهم يحجزوا عندك في المصائف دي ودخل منهم دخل ودي حاجة عايزة بس اتفاقات وعايزة يعني التنظيم بتاعها هو أسهب حاجة فيها برضو المتجر الإبتروني ده هو اتنا عايزة اخلي المعارضة الموجودة جوه النادي عشان نفتح لهم فرصة زيادة ان هم يعرضوا منتجاتهم عن طريق الابليكيش برضو يبقى معهم يوزر بيخش يصور الحاجة بتاعته والناس تعمل الشوپنج عليه هو عاد في مكانه واللي عاجبوا الحاجة ينزل يشتريها برضو احنا بنقل الناس زحمة في مكان واحد عشان برضو ظروف الأوبيئة وقصة دي كلها فالدوة تساعدنا فيها برضو قصة الكورسات اللي احنا عايزين نفتح كورسات تبقى موجودة معنا يعني أنا طبعا دي هتبقى أنا بتكلم عن كورسات بره النادي عشان بس يبقى الموضوع محدد ان احنا نجيب عروض للناس يبقوا فيه كورسات تبعا ندي وقت تخفيض ومنتج السؤولة لغات للأطفال كورسات إدارة دخول سؤال عمل للشباب الخريجين كان دي كله مهم جدا ودي حاجة لما تحس انت كاني بتاعك بيوفرها لك اعتقد دي خدمات قيمة يعني اجتماعية الناس محتاجاها فدي حاجة مهمة والمهمة برضو بالنسبة لي قوي 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 موضوع تقييم الخدمات تقييم الخدمات دوت هو العضو لما بياخد الخدمة بيبعت للإدارة أو بيجي له صورة كده تاك ادي كم نجمة تات نجوم نجمة واحدة تب ليه في مشكلة دي حاجة جاية كده على طبق منفضة للإدارة كل الشكاوية الموجودة طبعا نحن نقول فيه شكاوية مهمة قوي مثلا نوعية الأكل بتتقدم او مطاعم معينة مش بيهتمة بالأعضاء فلما يكون متقررة انا قداني المطاعم دي هحط عليهم شهورت من الأول كده جماعة لو توقييم بتاعكم تلعقل من متوقع حنا مش نجدل معكم العقود تاني فالناس تبقى مرتزمة تقدم أعلى قوالة الأعضاء وهو وان دياريكشن وان دياريكشن يعني دوت حاجة بتبيعة الأعضاء مش ظاهر للناس يعني فيه إداني في الله بالنسبة لنا كده طبعا موضوع لحنا نزين برضو موضوع كاميرات في النادي في المناطق الحيوية أبقوابات وكده شان برضو كذا يحصل لأن أطفال بتفقد أو كده فالناس بتبقاش في مرجعية أنا خايف أكون ابني حد خرج أو مش حايف إيه بتوع الأمن ونص محترمين جدا في داي الأهلي يعني قمة الأخلاق والبروفيشنالي والاحترافية بس طبعا نحن موضوع الكاميرات الموجودة في أماكن الحيوية دي بتساعد شوية أن نحن يعني على الأقل نبقى متفرمينين يعني لقدر الله حصة حاجة تبقى متشافة برضو فكرة اللي اللي يبقى في النادي أبو أم صغيرين عايزين يتمشوا يعملوا رياضة معهم اكتفى أربع سنين فدي خدمة لو نادي يقدر يقدر يقدمهن تبقى حاجة ممتازة يعني أنا بالنسبة لي بتكلم أنها تبقى الحاجات الرئيسية بالنسبة لي وبتمنى تحلل مشاكل على الناس كتير وتسهل لهم أمورهم جوا النادي النادي انتحرك متفاعل مع النادي بتاع النادي حلال ولا ما عندي أو نزله أه أه أنا نتكلم طبعا أنا فكر نحن نطور مش نقول لحنا نعمل أمريكيشن جديد هذا تطوير الأمريكيشن أه